أهلاً وسهلاً بيطبعاً طبعاً احنا كلنا فاكرين العشرة جنيه البلاستيك بدأ اينا بنستخدمها خلاص يعني تروح محطة البنزين وتروح الكشك تروح البقال تحت بيتكو خلاص بقيت العشرة جنيه البلاستيك شيء طبيعي وموجود في حياتنا وعملة جيدة وجميلة وبتعيش وميد فل واربعتاشر دلوقتي ان شاء الله هيبقى في عندنا فئة تانية فئة تانية من العملات البلاستيكية هيبقى في عندنا العملة اللي بعشرين جنيه وبالمناسبة ادعوكم ثم ادعوكم يا جماعة اغلب الصور اللي موجودة زي بالزبط ايام العشرة جنيه البلاستيك ما كانتش الصور الحقيقي فما تعودش التتداول في صور ما هياش حقيقية الى انه البنك المركزي بنفسه يطلع الصور بتاعة الفئة بتاعة العشرين جنيه البلاستيك طيب دي نقطة ازاي كمان عايزين نتكلم في الموضوع بتاع هنتكلم على العشرين جنيه دي واهميتها هنتكلم كمان على الازمة العالمية الازمة الاقتصادية اللي حصلت في العالم زي ما هي عبارة عن تحدي ضخم جدا امام الاقتصادات في العالم كله زي ما هي تحدي قدام الاقتصاد المصري طيب هل ليها نواحي ايجابية؟ طبعا لانه جزء من النواحي الايجابية او الوجه الاخر بتاعها هو ان مصر تقدر تستجيب بمرونة لما يحدث في الاقتصاد العالمي نفهم ده من الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة اهلا بيك يا دكتور اهلا بيك عامل ايه الاحوال كله تمام؟ الحمد لله تمام ربنا خريني الاول اتكلم معاك على موضوع العشرين جنيه البلاستيك اهمية اصدار العملات البلاستيقية اصلا بشكل عام يعني طبعا دعونا نتفذ يعني المبدائيا ان اهمية العملات فيه التداول والنقد المصدر بطفاء عاما ما ده اهميته فيه تداول انه هو بيلبي احتياجات المواطنين والمواطنين بيتعاملوا به وبالتالي مفتور esimerk However لدى المواطنين في الاسواق بطفاء عاما مجموعة كبيرة من العملات المتنوعة علشان تلبي احتياجاتهم وكمان برضا انا عايز اقول إن حتى العملات اللي هي قيمتها قليلة زي نصف جنيه وجنيه دي طبا مهمة جدا جدا إن عدم وجودها بيعمل أزمة كبيرة جبيرة نرجع طبعا للعملة جديدة طبعا إحنا عارفين إن مصر يمكن عملت أكبر مطبع في الشرق الأوصل تطباعة النقود البلاستيكية ويمكن كانت النقود قبل كده كانت النقود ورقية والنقود الورقية كانت العمر الافتراضي بتاعها منقفت إلى حد ما يمكن لا يتجاوز السنة في حين إن النقود البلاستيكية دي عمرها يمكن يصد أربع سنين أو أكثر كمان وبالتالي إنت هنا بتعمل عملية توفير للتكلفة إن النقود دي بتطبع دي بتكلف على فكرة إن أنت ما بتعملش من خمات عادية دي لازم أن تكون على درجة عالية من الأمان والتصميم بتاعها بيكون مرتفع وألوان وخلافه ولذلك فهي بتكلف كتير جدا على الدولة وبالتالي كلما زاد عمرها الافتراضي كل ما ده طبعا تركب عليه إن هو بيقلل التكلفة على الدولة وعلى الرقم من إن يعني في زيادة كبيرة في المسطوعات الرقمية في القطرة الأخيرة لكن لا يزال برضو نقض الكاش ليه تأثيره ليه أهميته بيزيد التداول عليه بشكل مستمر إحنا شوفنا السنة اللي فاتت أنا على الرمضان اللي فاتت تقريبا التدينة بتباعث وإصدار العشرة جنيه البلاستيكية ولكن برضو أنا عايز أقول إن هي الفئات اللي بيضحها البنك المركزي ست فئات خمسة وعشرة وعشرين وخمسين جنيه ومئة جنيه ومئة جنيه ولكن يعني حصة العشرين جنيه اللي هي هتبتدي تطلع في اليومين دول يعني لا تتجاوز الواحد في المئة من إجمالي النقود المستبدرة اللي موجودة في السوق ويمكن أكبر فئة من حيث تواجدها في السوق فهي ورقة المتين جنيه اللي هي تقريبا تمثل ستة ستين في المئة ثم ورقة الميت جنيه تمثل تقريبا سبعة وعشرين في المئة يمكن أنا قلت أن الموضوع ده بشكل تدريجي هيكون يمكن ابتدنا بالعشر جنيه ثم العشرين جنيه ثم هتبتدي تدريجيا نبتدي نقصر للفئات العليا وطبعا أنا زي ما قلت بيقلل تصوير المقود بشكل كبير وبيقلل يعني فكرة التلاعب والتحايل على القانون وطبعا يعني برضو العملة دي بيكون لها زي ما نقول عليها يعني بتكون حتى عليها الرسومات اللي عليها وتصمونها بيكون زي ما نقول هي حاجة بتعبر عن الوجه الحضاري للطولة المطرية صحيح 100% عايز بقى نروح على مسألة الوضع الاقتصادي العالمي زي ما كنت أنا بقول يمكن حتى في المقدمة أنه زي ما ليه وجه وهو أزمة اقتصادية تضرب العالم زي ما أيضا ليه وجه إيجابي تاني بعض الدول تتعامل مع هذه الأزمة وبالتالي ينكشف حجم مرونة الاقتصاد هل إحنا في مصر قدرنا أن إحنا نواجه هذه الأزمة بالمرونة الكافية هل ده كمان ساعدنا في أن إحنا نبدأ نشتغل أكتر على تنمية القواعد الصناعية المصرية؟ يعني طبعا لازم برضو مبدئيا نقول أن إحنا سأخذنا كمصريين ملوش نهاية وكمان طبعا إحنا في عالم لا يخلو من الأزمات يعني كل ما هنمر بأزمة مش هيمر بضعة سنوات وهتظهر لنا أزمة أفتا وهنتعامل معاها وهتمر علينا زي الأزمات بطبقه وتظهر أزمات تاني ونتعامل معاها وأكيد كل حاجة في الدنيا هيكون زي ما ليها سيئة ليها مساوي ليها إيجابية طبعا يعني إحنا بنقول أن الوضع اللي بتمر بمصر يعني طبعا يمكن كلنا إحنا عارفينه طبعا أزمة صعبة ولكن طبعا في النهاية ده بيخليك تفتح وبيخليك بتفتح الأفضل يعني أمور جديدة يعني طبعا إحنا يعني فيه اتجاه لدى الدولة المصرية لدى من سنوات إن إحنا نصل لمحلة الاكتفاء الذاتي من إستلع الأساسية يمكن إحنا كنا نتمنى أن نمشي في الجراءات أخرى من كده ولكن طبعا يعني إحنا عارفين إن مع الظروف قدنا نشوف بيه توجه تقومي بشكل كبير بالسلع الزلدائية المواد الأساسية اللي إحنا بنعتمل عليها وبالتالي إحنا شفنا عدد كبير من المصانع وعدد كبير من التسلات يعني اتجاه نحو بناء مجموعة من المصانع مصانع الأعلاف مصانع الكمويات إنت إذا نزود أحد الأراضي المزروعة من الحبوب وخلافه يعني أتمنى أن يكون الأزمة دي ترسل للدولة المصرية أن هي نبتد نعتمد شفت كبير على المنتجات المحلية قصة في المواد الأساسية دايما في مقولة دكتور كريمية تحدث بها العلماء من زمان كده يقولك الحاجة هي أم الإختراع هل أنه الأزمة الاقتصادية اللي ضربت العالم بسبب ما بين كورونا وما بين الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى احتياج مصر لتنمية قاعدتها الصناعية علشان نوصل لبعض المراحل من الاكتفاء الزاتي المزيد من تنشيط الحركة التصديرية إلى آخره طبعا بالفعل احنا محتاجين مزيدا من زيادة القاعدة الصناعية المصرية ومحتاجين مزيدا لدخل الاستثمارات في قطاع الصناعة لأن احنا بنقول عليه حاجة احنا بنحتاجها بشدة للاقتصاد المصري وطبعا أتمنى أن الصدمة الاستثمارية اللي مر بها العالم تمر على مصر السلام ونزود حجم استثماراتنا بقاعدة مصر الصناعية يا رب بإذن الله تعدي 23 على خير احنا بس نبقى عندنا طول نفس زي ما بتقال أنا بشكرك جدا يا دكتور كريم كل الشكر للخبير الاقتصادي الكبير والبارز الدكتور كريم العمد